دكتور واسيمة أنا آسف جداً لمواطنة حضرتك ولكن إحساسك إيه باللحنة عايشنين النهاردة؟ أنت عارف يعني في بعض المواقف تجد أن الكلام لا يكفي للتعبير أنا هي في قمة مشاعرك أنت ممكن تصبب وينوب عن هذه المشاعر دمى أو تسامى أو فرحة أو إله حيث مشاعرته من الإبهار لأنا كنت فيه النهاردة ولكن بالتفكير وجدت أننا دائماً نريد ونتحدث عن عودة الوعي أنا أحس أن الوعي بتاعنا واعي المصريين النهاردة مش زاد أسانسير طلع بيهم فوق أعرفهم مين هو مين هما وبالتالي الهوية أنا دائماً نتكلم عن الهوية هوية هنا أحسوا أن هم أحفاد هؤلاء العظماء أولادنا إحنا شعرنا دا وإحنا بنشوف أولادنا بيتفرقوا على التلفزيون أه أولادنا وكلنا إحنا ككبار حتى ككبار ناس اللي مش مصدقة أن تجد وبعدين إيه دا بيدفعهم للمعرفة ليه شمانة حوت مستالك إما يعرف أن دا ملك عمل أمبراطورية امتدت من هنا إلى هنا إلى هنا وكانت الحبشة ضمن الأمبراطورية دا يعني تبع مصر دا مش معقول إما يعرف أن تحوت مستالك دا يعني خططه العسكرية بتدرس واستفادوا منها في الحرب العالمية الأولى والتانية لورد ألمبي في الحرب العالمية الأولى وفيلد مارشل منتج أومري في الحرب العالمية التانية طبقوا فكرة النوع أول أمبراطور خطة عرونة خطة عرونة لما كان محتاس لورد ألمبي في حربه مع تركيا لورنس العرب قال له اقرى الخطة العسكرية بتاعت حوت مستالك لورنس العرب كان آري فابتدى يقرى ويشوف الخطة كانت شكلية إيه بتاعت عرونة داين نفذها يكسب ب انتصر على تركيا صحيح النوع بيحمل لقب أول إمبراطور في العالم أول أمبراطورية في العالم وأول أمبراطور في العالم ولم يهزم في أي معرك ولم يهزل حتى الغرب دايما يقوله زي نابليون نابليون مات على رأي أمير الشعراء ما بيقول بيقول أن يعني من من أساء إلى الأهرام في عزتها مشه إلى القبر مجروحة لباء ونابليون مشه إلى القبر مجروح بل أنه كان من في مش من في ده في سانت هيلين الانجليز مسكين وكده لغاية ما مات هناك